أهم الأنباء التكنولوجية من أجيال إليكم نشرة التكنولوجيا من أجيال أهلا بكم شركة مايكروسوفت والسوني للتكنولوجيا تتوصلان لصفقة تسمح باستمرار إيطاحة لعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty على أجهزة بلاي ستيشن وبدأت مايكروسوفت المالكة لأجهزة إكس بوكس إجراءات الاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو الأمريكية Activision Blizzard المنتجة في خطوة أثارت مخاوف من احتمال أن تحد المنافسة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية ما دفع إلى تعليق إنهاء عملية الاستحواذ شركة أبل تخطط لإطلاق حواسيب ماك بمعالج M3 قبل نهاية العام الجاري ومن المتوقع أن يصنع المعالج بتقنية معالجة ومن المتوقع أن يصنع المعالج بتقنية معالجة 3 نانوميتر بتعاون مع شركة TSMC التايوانية ما يعطي المعالج أداء أفضل مع استهلاك أقل للطاقة مقارنة بمعالجات أبل M2 الحالية المصممة بتقنية معالجة 5 نانوميتر وستطلق أبل آيفون 15 والإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية في شهر أيلول المقبل بينما تستعد أبل لإطلاق الإصدارات الجديدة السلطة الروسية تحضر على المسؤولين الحكوميين استخدم منتجات شركة أبل بما فيها هواتف آيفون في العمل الرسمي يأتي القرار بعد أن زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اكتشاف عملية تجسس من وكالات استخبارات أمريكية تعتمد على أجهزة أبل ويرى مراقبون أن الحكومة الروسية اتخذت ذلك القرار من أجل تقليل الاعتماد على التقنيات الخارجية هذا ما كان لدينا في نشرة التكنولوجيا من أجيال قرأتها عليكم ميسم البرغوثي إلى اللقاء